موضوع اختئال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الحماس على الأراضي الإيرانية بعد تنصيب الرئيس الإيراني الجديد ويمكن كان هناك تضارب في الأخبار وكيفية كيف تمت عملية القتل يعني نحن صراحة أكيد سنحاول أن نقرأ الأمر بموضوعية السيد اسماعيل هنية تم اغتياله في إيران على ما يبدو كل المؤشرات تشير إلى أن من اغتاله هي أيدي إيرانية لأنه كان موجود في زيارة لدولة إيران عند النظام الإيراني لتنصيب الرئيس الإيراني بزاك الشيان بزاك الشيان أتمنى أن أكون لفظة بزاك الشيان بزاك الشيان اسم صحيح وكان يقيم بمكان يقال عنه مبنى المحاربين القدامة وهو محمي من تنظيم الحرس الثوري المصنف إرهابيا وبالتالي قتل داخل هذا البناء بسلاح موجه بدقة عالية أقصد أنه موجه يعني مستهدف السيد اسماعيل هنية بالذات طبعا وقتل باعتبار أنه حارسه الشخصي الذي يقيم معه يقال أنه 24 ساعة يمكن ربما في الحمام فقط يتركه لوحده فبالتالي سازم دوح اسماعيل هنية قتل بأياد إيرانية بتخطيط إيراني بأوامر دولية بأوامر دولية نحن نعرف وندرك جميعا أن إيران هي تعمل بأوامر إسرائيلية أمريكية مباشرة وهم أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم غير معنيين بالقضية الفلسطينية بمعنى المقاومة الحقيقية خاصة أنهم أعلنوا مرارا وتكرارا أن من قام بعملية ما يقال عنها طوفان الأقصى هم الفلسطينيون لوحدهم حتى الإرهابي حسن نصر الله قال أنا لم أكن أعرف شيء وبالتالي تبرأوا وقالوا أنهم المعنيين بالدفاع عن أنفسهم ونحن ندعمهم سياسيا بس إن صح تحليلك الموضوع ده خليني اسمحي هل لو صح التحليل ده مش ده ممكن يكون ضربة للنظام الإيراني نفسه يعني هل فيه نظام النظام الإيراني غير مكتب يؤيد أن هو يهين نفسه النظام الإيراني الذي تتحدث عن إهانة نفسه الذي هو يشعر بالإهانة أصلا النظام الإيراني يهالف صرحة على مدار الخمسة عشر الماضية بشكل مستمر بالسنة سلاس إلى أربع مرات فبالتالي هذا الموضوع لا أعتقد أنه موضوع طرح الرئيس بزاك الشياد الجديد يريد رسم ملامح إيران الجديدة للتعامل مع توقعات بقدوم ترامب إلى الإدارة الأمريكية الجديدة مع انتخابات آخر هذه السنة فبالتالي يحاول أن يلغي وينهي كافة الأعداء الذين يسوقون ليلة نهار على أنهم هم أعداء إسرائيل وأعداء أمريكا وهذا الكلام الذي نسمعه دائما فبالتالي ولكن من الشق الآخر أن السيد إسماعيل هنية والذي هو أفضى إلى ما أفضى إليه وله رب يحاسبه إن كان مخطئا أو مصيبا الذي هو كان يرهن نفسه لهذا المشروع وليل نهار الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تدعمنا وسليماني شهيد القدس فبالتالي أعتقد أن هذه رسالة واضحة اليوم حتى لو رهنت نفسك لهذا المشروع وكنت جزء منه وتتعامل معه ليلة نهار وتسوقه ليلة نهار وتدعمه أنك أنت عبارة عن حذر شطرنج البيدق أنت بيدق أنت شيء بسيط لست حصان أو فيل أو كذا لمن يعرف في رقعة الشطرنج فبالتالي هو شيء مدام أنت رهنت نفسك لهذا المشروع فأنت ممكن أن تقتل ممكن أن تكون زعيم ممكن أن تكون وضيع ممكن أن تكون خائن ممكن أن تكون ضحية ممكن أن تكون فدية ممكن أن تكون ماتكون فبالتالي يا سيدي الكريم يعني كل من رهن نفسه ليه المشروع الإيراني وابتعد عن المشروع الفلسطيني والمشروع يعني مشروع الشرق أوسطي والأديان ومحور الأديان الموجود في هذه المنطقة هو فعليا شيء قابل للاستهلاك طيب بس برضو مش كان في بداية أحداث لو تتذكر يعني معايا أن في بداية الأحداث أو بعدها بشوية كان هناك اختلاف خلاف داخلي في حركة حماس نفسها يمكن إسماعيل هنية بعد ما طلع القرار أن هما مستعدين للهدنة كان فيه هناك خلاف الجناح العسكري لحماس يعني كان فيه عدم موافقة على كلام إسماعيل هنية من القيادات العسكريين في حماس هل خلاك روحت المسأل أن يكون خيانة من إيران أو بياد إيرانية هل مش ممكن يكون دي كانت خيانة داخلية من داخلي ما فيه شيء مستبل بس سيد الكريم وإن كان النهاردة اسمح لي يعني أقولك أني إن كان ليه موجه يعني فيه ناس إسماعيل هنية ما كانش الوحده في المبنى يعني فيه ناس تانية عشان كده تم الاغتياب يعني سيد الكريم موجه بخيانة واضحة جدا كل الروايات هي موضوع على الطاولة ولكن هذه الجريمة التي حدثت على الأراضي الإيرانية وداخل المنظومة الإيرانية نحن تعودنا دائما يعني كل الجرائم التي وقعت بإيران إن كان إيران لها يد بها أم لم يكن لها به لا يوجد تحقيقات هذه الدول لا تحقق ولا يخرج تحقيق يا سيد الكريم إذا دولة اغتالت رئيسة واغتالت وزير خارجيتها من خلال إسقاط مروحية وبقيت المروحية ضائعة لخمسة عشر ساعة يعني بصراحة طبهاي مهزلة هذه ليست دول أصلا النظام الإيراني عبارة عن عصابة تحكم جغرافيا إيران السياسية التي بها عدة طوائف وعدة شعوب وهذا الكلام كله فبالتالي يا سيد الكريم كل الروايات مطروحة على السلحة إن كان فلسطيني خان أو إن كان إيراني خان أو إن كان إسرائيلي وموساد وكذا ولكن أن تقول لي أن إسرائيل أن تقول لي أن إسرائيل اخترقت الحرس الثوري الإيراني وأكثر الأبنية أمانا وأكثر شخصية حرجا واستهدافا بهذه المرحلة أنا لا أقول لك هذا اختراق هذه تعامل هذه عمالة لأن عندما يكون هذا الحرس الثوري عميل لإسرائيل وموجود بهذا الموقع الحساس إذن الدولة كلها هي فعليا عميلة لإسرائيل فهذا لن نطيل في الموضوع لأن الموضوع فعلا يحتاج إلى قراءات طويلة وسنحاول أن نخطط له مئة بنيا أخر جزئية كان في تصريحات من الرئيس الإيراني الجديد كان في تصريحات من المرشد كان في تصريحات من حزب الله هل تعتقد أن هناك حرب واسعة في الأيام القادمة هيكون هناك بمشاركة إيران يعني بصراحة تعودنا على البالونات الإعلامية التي تسوقها الجزيرة وبعض المحطات العربية بصراحة يعني التي بدأت سمجة للغاية بصراحة أعتقد ممكن أن يكون هناك رد يعني لا يتعدى لا يتعدى رد ماء الوجه يعني عندما 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 اغطيل عندما اغطيل قاسم سليماني الذي يعتبر هو قال ضربت إيران قاعدة عين الأسد بصواريخ فارغة وجاءت وجاءت خارج القاعدة واتصلت الإدارة الإيرانية بالرئيسة ترامب وقالوا له نحن سنقوم بضربة رد اعتبار وسامحونا عن ما سنقوم به والرئيس والرئيس ترامب لا سيدي ترامب بعد فترة ترامب قاسم سليماني كان في ترامب نعم فبالتالي فبالتالي مثل بقوله هذا دافنين وصو عرفتش دافنين وصو فبالتالي لا أعتقد يعني إسماعيل هنية ليس أغلى من قاسم سليماني حتى من الشخصية في لبنان شو كان اسمه شكر فؤاد شكر يعني كمان هو شخصية شخصية مركزية شخصية مركزية من الطراز الرفيع وليس أغلى من محمد الضيف القائد العسكري لحماس لحماس والضبط فبالتالي يا سيد الكريم لا يوجد رد ولا أحد يستطيع من سيرد اليوم وماذا سيرد إيران اليوم ممنونة من هذا العمل إيران اليوم تعمل على إنهاء القضية الفلسطينية من خلال هذا الحلف الحلف المقاوم الذي جزء منه موجود في فلسطين مع الأسف وجزء منه موجود في لبنان فلسطين اليوم غزة غزة اليوم لم يعد هناك غزة لم يعد هناك شعب غزة لم يعد هنا اليوم غزة يا سيد الكريم عادت إلى العصور ما قبل الوسطى إلى العصور البدائية إلى العصور الحجرية في الأمس استمعت يا أحد أصدقائنا عن المحللين قال لك إزالة الركام من غزة تحتاج إلى عشر سنوات فأي انتصار حدثون عليه وأي عمالة وأي سفالة قامت بها حماس خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة صراحة هذا الذي يحتاج لهذه الأسئلة هل تتوقع في الأيام القليلة القادمة محاولات اغتيالات أخرى في غير مستبع أكيد غير مستبع غير مستبع أكيد